نروح الضوحة قبل ما نكمل عشان ناخد زملنا العزيز أحمد وعويس أننا قد رياضي وزملنا طبعا في قناة الأهلي ونعرف منه الكواليس كانت مبارح عاملة ازاي طبعا والفرحة وفكرة هنا كمان العرب ومؤذرتهم للمغرب أحمد منجور عليك وعايزينك بقى تحكي لنا هنا الأجواء مبارح تحديدا كأننا كنا معاك موجودين في الأستاذ مبارح تفضل سواها الخير أنا هو أن سواها الخير يا كريم وصواها الخير على كابتن أحمد سلامة الحياة لحد الساعة 5 الصبح والشوارع تقريبا الناس ما تتحركتش من الدوحى حتى لما الشمس طلعت يعني الناس في الشارع فرحة عارمة من الإخوة المغربة والمصريين والعرب يعني فرحة العرب الحقيقة مش فرحة المغرب بس فريق مشرف فريق قوي فريق قادر على فعل المستحيل ياسين بونو حارس متقلق نزم دارح هي بالشباك نظيفة في ضربات الجزاء ودي يعني ما بتكررش كتير أن حارس مربع يصدد الضربة ضربات كذا يعني حاجة تقترب من الإعجاز ونتمنى أن المغرب تكمل لأنه خلاص الحلم بدأ يكبر بقى بدأنا نطمع صح أول كنا بنقول أن احنا هنوصل نوصل دور 16 ولكن بعد عداء مبارح من خروج إخراج المنتخب الأسباني وإخراج المنتخب البلجيكي بدأنا نطمع ونقول طب للا لما نشوف المنتخب المغربي في سلم فاينل طب لما يبقاش الحلم العربي الكثير ونشوفه في الفاينل يعني الموضوع طبع عدى مراحل التوقعات وبدأت خصف رحلة المعجزات معجزات قوي يعويس يعني أنت شوف أن هي تقلق المغرب أو سعوده أو تأهله لربع نهائي لحد ما معجزة أولا هم يحملوا كمان يعني زي ما بتقال كده المؤهلات أن هي تؤهلهم لهذا المستوى لأن أنت بتتكلم برضو معظم اللعيبة كلها محترفة لا بص على أرض الملعب هي مش معجزة خالص وفري أصلاحيك ولكن من يجي قبل البطولة طول الوقت المنطق بينتصر إذا احنا شوفنا من تمام مباريات اللعب في دورست التاشر سبع مباريات المنطق انتصر يعني سبع مباريات المنطق انتصر ولكن المنطق انتصر برضو لأنه مغرب أول مجموعة مغرب تصعد بزفت سبع نقاط أسبانيا سعاد بربع نقاط فلما نقول أنه المغرب على الأرض الملعب لها مش معجزة هو هو قبل قبل كاس العالم الناس كلها تنتصر للقوة تقليدية يعني يعني القوة تقليدية كثبت في المباريات الأولى ولكن المغرب في آخر مباريات في دورست التاشر قرر أنه يعمل المفاجأة ويعطي المعجزة أول فريق عربي يوصل لدور الربع النهائي وبنتمنى بقى أن مباراته أمان المنتخب المتغالي يوم الزبت تبقى فيها المعجزة والحقيقة فكرة أنه تغيير المدرس في التوقيت الحاسم الذي عمل المستخب المغريبي وتعين وليد الرجراكي الحقيقة لازم نحيا عليها الاتحاد المغريبي ولازم نحادي 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 القرار لأن لو كامل وحيد خلي وزيتش ما قلنا شنشوف خالص لا حكيم زياش ولا حمد الله ولا عشف حكيمي في مستوى ولا بونه في مستوى الحقيقة التغيير نفسها في جزء كبير قوي قوي من تقلق المنتخب المغريبي في المغريبي احنا كسبناه على فكرة في كاس الأمم من عبر الحكوم وما كانش مستوى بالقوة دي جزء منه نفسي اللي عمله المدرب المحل والليد الرجراكي ودينا الاختيارات المدربين بتيجي ازاي لازم لما تيجي تختار مدرب تختار مدرب قادر على صناعة الفارق مش هو مش مدرب محلي وخلاص ولا مدرب اتنادي وخلاص يبقى عارف مدرب عارف تاكولوجية اللعيبة وعارف ازاي سيطر على اللعيبة وازاي خليهم يحبوا بلدهم وازاي خليهم يقدروا يقدموا كل اللي عندهم على الأرض حكيم زياش أحد أهم من نجوم الكرة العربية بتبعترف الصحفين والزملاء والاخوة المغربة ما قداش بمستوى ده طوال تاريخهم على المنتخب المغربي حكيم زياش البطولة دي هو أحد أهم من جمهة على الإطلاق حتى دلوقت فخلينا نقول إنه دور وليد الرجراكي دور الحماس وحب البلد والغير عليها دي جزء كبير أهم من صناعة المنتخب المغربي ولو نشوف الملعب من برحة اللعيبة مع بداية الوقت الإضافة بدأوا بيبقى البلدانيات قلي شوية ولكن بالحماس ورغبة في الإنصار قدروا يكملوا حد الآخر ونتمنى إننا نشوف الباقي المفاجهات دي إن شاء الله على طول نتمنى ذلك على كل حال عويسة نحس من صوتك أن أنت لسه عايز تنام تاني صح كده؟ واضح الاحتفالات مبارح كانت وحقك بصراحة أنت واخدت يعني أنت ف زي ما تقل كده داخل الحدث فحقك طبعا وحنتابع كده كده معاك كالعادة يا أحمد زميلنا العزيز أحمد عويسة أنوقد الرياضي مشكورك جدا حلو ده بابا